لسا مكملين مع بعض كلامنا عن الرحمة وهنتكلم دلوقتي عن حديث الرجل الصالح والكلب تعالوا الأول نقرأ الحديث وبعدين نشرحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمثكه بفيه ثم رقيا فسق الكلب فشكر الله له فغفر له متفق عليه أول حاجة في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إحنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان في ناس مؤمنة به وعيش معاه في الزمن بتاعه وشفته الناس دول اسمهم الصحابة يعني الصحابة يعني أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة ده من أكتر الصحابة اللي كانت بتسمع الأحديث من الرسول وكان حفظه كويس فكان أحديث كتير جدا من اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت لنا من خلال أبو هريرة ده وبيقولوا إن اسمه أبو هريرة لأنه كان عنده قطة مربيها فهريرة جاية من هررة اللي هي القطة حديث بيقول بين رجل يمشي يعني بينما يعني كان فيه راجل بيمشي فاشتد عليه العطش كان عطشان جدا وماشي في الصحراء فنزل بقرا فشرب منها يعني لقبير فيها مياه فنزل وشرب منها ثم خرج أول ما طلع فإذا هو بكلب يلهث يأكله الثرى من العطش ليه كلب يلهث اللي هو زي ما بنشوف الكلاب كده بتعمل صوت كده وتطلع لسانها هو أعمالي من كتر ما هو عطشان في الشمس الشديدة دي بياكل من التراب التراب اللي هو بيبقى مبلول كده شوية كان أعمالي يلحس فيه عشان يلاقي مياه ومش لقيه فقال الراجل طبعا لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي يعني إيه يعني الكلب ده بلغ يعني حصله اللي حصله زي اللي كان حصل لي الكلب ده للوقتي حاسس زي ما أنا كنت حاسس من شوية لإن أنا كنت عطشان جدا فصعب الكلب عليه أو رحمه الراجل رحم الكلب زي ما قلنا فملأ خفه خفه اللي هو الجزمة بتاعته أو الحزاء أو الكوتشي لإنه هو ما كانش معايا ولا كبايا ولا أي حاجة فإزاي هيشربه فرح نازل وجايب الخف بتاعه اللي هو الحزاء ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب بعدين مسك الحزاء ده وطلع وشرب الكلب يعني نزل ملل حزاء مية وطلع شرب الكلب منه فشكر الله له ربنا شكر لي فغفر له يعني إيه غفر له يعني مسح له الزنوب بتاعته وأي حاجة وحشة عملها وهو آه راجل صالح زي ما قلنا بس طبعا مفيش ولا بني آدم فينا ما بيغلطش كل بني آدم خطاء يعني كل البني آدمين بيغلطوا ومتفق عليه زي ما قلنا معناها أن الحديث ده موجود فأكتر كتابين في الأحاديث صحيحة اللي هم صحيح البخاري وصحيح مسلم يبقى اللي نتعلمه كده إن إحنا لما بنعمل حاجة كويسة مع حيوان حتى لو كانت حاجة بسيطة جدا زي إن إحنا نشرابه ده الواحده ممكن يكون سبب إن ربنا يغفر لنا ويدخلنا لجنة تعالوا نشوف كده معاني الكلمات الثرى التراب المبلل بالندى يبقى الثرى زي ما قلنا هو تراب بس ما بلول شوية رطب يلهث اللي هو الكلب يعني يخرج لسانه من حر أو عطش أو تعب يعني الكلب بيلهث لأسباب كتير منها الحر ومنها العطش ومنها التعب ومنها أسباب تاني ترجمة نانسي قنقر